بسم الله الرحمن الرحيم هذا المحكاة معهد لمحكاة أنه يأخذ درس علمي درس نظري ودرس عملي بينما يفعلها كبره أو كبره أو كطرق كبره أو كبه وال Помيجة المحاكمة للمهنة المحامات نحن النهاردة كحركة شباب بلا قيود بنرحب بالنقيب العام الأستاذ سامح عشور في انقابته التانية في المحلة وبنعلى عليه أمان الشباب في المهنة في أنه يرتقي بالمهنة المستوى أفضل وإحنا سعداء جداً بفكرة أنه نهاردة يفتتح المعهد ونتمنى أنه يقدم مزيد من اللقاءات دي للشباب ويسمع لصوت الشباب أكتر من كده وإحنا يعني مبسوطين جداً بوجوده نهاردة معانا في انقابة المحلة بعد غياب طويل يعني نحن بنشكر النقيب العام طبعاً أنه جي ووفق بوعده وإحنا بنعتمد الحركة أنه كان وعدنا أنه يجي أفتتح الدورة التالتة لمعهد المحامات لأن المحلة هو ما جايش الدورتين اللي فاتوا وطبعاً بنشكر تدخلاته الفورية فيما توصلنا معها في أزمة أستاذ أحمد رمزي والمعارض طبعاً هو مجي وهنا استفادة كبيرة جداً لشباب المحامين هيعرفوا أهميتهم قدية عند النقيب العام ويعرفوا أنهم مش مهمشين ولا حاجة نحن بنشرف النهاردة بوجود النقيب في وسط أولاده من محامين المحلة طبعاً زيارة غالية من النقيب وتواصل نحن مشكور من سيادة النقيب ووجوده في وسط أولاده النهاردة في المحلة بيمثل لنا التواصل الأجيال وتواصل النقيب معنا النهاردة عشان يرد على التساؤلات بتاع محامين المحلة والمحامين بصفة عامة وحل مشاكلهم ده في حد ذاته حاجة مهمة جداً بنشكر السيادة النقيب عليها وإن شاء الله النهاردة السيادة النقيب يقدر طبعاً يجاوب على كل الأسئلة وخاصة أن أخر مرحلة كان في المحلة فيها أحداث كتير خاصة بالمحامين من ضمنها مشكلة تلوس أحمد رمزير الشهيرة اللي أخدت ترائي عام طبعاً بجهود السيادة النقيب وتواصله مع القيادات العامة وتوصلنا الحل للمشكلة ومازلنا بتوجيهات سيادة النقيب إحنا مكملين وإن شاء الله النهاردة يكون مؤتمر مشرف وبنتشرف بكل الضيوف وبسيادة النقيب النهاردة عندنا في المحلة في البداية إحنا سعادة جداً بتشريف سيادة النقيب للمحلة الكبرى إحنا كنا منتظرين وطلبين الطلب ده وبنشكر سيادة النقيب على تلبية طلب الشباب وسبع مقترحاتهم وحلول مشكلهم كلها اشتركوا في القناة